مصري دوامة الموت الاقتصادي عبد الفتاح السيسي بيقرر انه يتحرك فلما السيسي بيقرر انه يتحرك تعرف ان النظام هيشحت ولما النظام هيشحت تعرف انه هيشحت من الخليج ولما هيشحت من الخليج تعرف انه طمعان في الرز بتاعهم لان زي من تعارف فلوسهم زي الرز ايه الحكاية نحن على موعد مع جولة شحاتها جديدة للنظام المصري وتحديدا مسؤولي الصندوق السيادي المصري وهو ما اطلق علي فريق الاعداد في هذه الحلقة باب خلفي لبيع املاك الدولة واصول وممتلكات مصر احنا عاملين صندوق سيادي مش عشان نحتفظ باصول الدولة لا اطلاقا احنا عشان نبيع اصول الدولة ونبيع ممتلكات مصر ليه لان الجنيه بتاعنا دخل دوامة الموت الاقتصادي لان عندنا عجز موزنة كبير جدا لان علينا مليارات الدولارات كديون خارجية لان علينا مليارات دولارات فوائد ديون خارجية لان عندنا اقتراض وودائع خالجية فبنعمل صندوق سيادي عشان يشتغل كأنه مندوب مبيعات حضرتك عارف اي مندوب مبيعات اللي كانوا بيخبطوا على الباب عندك بالولاعة فاكر كريم عبدالعزيز في فيلم محطة مصر اما كان بيروح بالخنصر والبنصر والديها وبعدين اتقفش في المطبخ في الاخر فالمشهد بتاعنا النهاردة شبه اللقطة بتاعت كريم عبدالعزيز في محطة مصر كده رئيس الوزراء ومسؤول السندوق السيادي قرروا ان هما يطلعوا بالولاعات بتاعتنا اللي هي اصول الدولة والكلام بقى المجلات والحاجات والمشعارة في القصة فالحاجات اللي هي اللطيفة اللي كانوا بييجوا المندوب المبيعات يخبطوا على بابك ويطلعوا القطر عشان يحدف لك على حجرك كده الحاجة لحد ما تشوفها وبعدين لما ييجي تأمر مهاله تاني او واحد الجنن فقرر انهما يدفع له حاجة ففي مندوب مبيعات مصريين قرروا يركبوا القطر زي القطر اللي مسافر من قاهرة الأسوان كده ويدللوا بس المرة دي مش معهم أصفات ولا ولاعات المرة دي معهم موانئ مصرية معهم أراضي مصرية معهم منشآت نفطية معهم كل بقى يعني كل اللي نفسك فيه فطرعوا القطر القطر ده فين القطر ده في دول خليجية فالقطر ده مش موجود عندنا في مصر فركبوا الطيارة زي البهوات ومسافرين دول الخليج كده بربطة المعلم عشان يدللوا على الأصول المصرية ويدللوا على الأراضي المصرية بس ديتك مثال القطر والناس اللي بيتبيع جواه عشان تتخيل أنا أشرح لك اي دلوقتي لكن خلنا نشوف الخبر كده من موقع ايه العرب الجديد مش كده بيتكلم على جولة خليجية مرتقبة لوفد الصندوق السيادي المصري الله أكبر الحمد لله هيطلعوا القطر هو زي البيعين بالزبط وهيدللوا على مصر ما تيجوا نشوف تفاصيل أكثر صندوق مصر السيادي وجولة شحاته في بلاد الخليج بأمر من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سكرتير مكتب عبد الفتاح السيسي معلش بيقولوا عليه رئيس وزراء بالغلط بيبدأ رئيس الصندوق السيادي المصري أي من سلامة بأمر من سكرتير مكتب السيسي مصطفى مدبولي ومعاه وفد من الصندوق السيادي المصري بيبدأوا ايه بيبدأوا جولة خليجية عشان يعملوا ايه؟ عشان يروحوا دول زي الإمارات زي السعودية زي قطر زي الكويت طب الله كويس ايه الهدف؟ الهدف ان احنا ننقذ ما يمكن انقاذه نشحت ما يمكن شحته نتسول ما يمكن تسوله لله يا محسنين لله عندنا بلد فيها شوية أصول وعندنا رئيس غراءها وعندنا حكومة مش فهم ايه بتعمل ايه وانتو فلوسكو زي الرز ما تدينا شوية يا أخي خلينا نقف على رجلينا سنة سنتين ثلاثة على زي ما يعني ايه انت وكرمك بقى يعني ما هو اي شحات بيبعز ياخد اكتر حاجة من المهم الاخرى ان احنا نسد عجز الفجوة التمويلية اللي بلغت قد ايه في فترة اللي فاتت 16 مليار دولار السندوق هيسعى ان هو يحصل هذه الاموال انا اسف فريل اعداد كاتبها بأدب السندوق هيسعى ان هو ارجع بس ارجع ثانية واحدة لو سمحت هذا معك كنا لسا نقول حاجة على السطر اللي قبله حيث سيسعى الصندوق الى تحصيل الاموال لا هم كتبوها بتأدب شديد هو سيسعى الصندوق الى شحاتة الاموال الى تسول الاموال لان هي اسمها جولة شحاتة فالسندوق السيادي بتاعنا مش طالع يحصل الاموال تحصيل الاموال دي كومساري طالع قطر بياخد من الناس خدمة انما اللي هم بيعملوه لا هم طالعين يشحاتوا فلوس ويبيعوا الاصول بتاعتنا ده السطر اللي بعده بقى ممكن نشغله عادي وتشجيع المستثمرين لايه الخليجيين على شراء الاصول تعالوا يا جماعة اشتروا الاصول بتاعتنا تعالوا يا جماعة خدوا اللي انتوا عايزينه من مصر بس دون فلوس الحكومة المصرية اعلنت عن قروض بقد ايه بتسعة مليار دولار وفي مطلع السنة اللي احنا فيها الفين اتنين وعشرين كان في ايه كمان في مطلع السنة دي البنك المركزي حصل على كام على ودائع خليجية بقيمة كام بقيمة 13 مليار دولار يعني الخليج بيدفع الخليج بيدينا فلوس فطالما الخليج بيدينا فلوس طب لي ما نروحش نشحت منه تاني مش كده يعني برضو يبقى ناس اغبية جدا لو ما رحوش شحته من الخليج الدين الخليج ارتفع ل 157 و 18 مليار دولار طبعا ده قبل التسعة مليار بتوع صندوق النقد الدولي الاخيرة اللي هما التلاتة والستة التانيين فوصلنا المية حاجة وستين دلوقتي مليار دولار مصطفى مدبولي اعلن قبل اسابيع انه بيأسس صندوق مصر للطروحات عشان نعمل ايه بقى الصندوق الجميل ده هنبدل الديون يعني ايه يعني انا معايا اصول دولة تعال يا سعودية تعال يا محمد بن سلمان الديني فلوس خد اصول تعال يا بن زايد الديني فلوس خد منشقة ابو قير تعال يا مش عارف مين الديني فلوس وخد مش عارف اللي انت عايزه فبنبدل الديون بتاعتنا بأصول الدولة بس سوعة تنسى ان اسمه صندوق مصر السيادي مهم قوي الاسم يا جماعة لان الاسم اسم فخيم كده يحسسك بالفخامة يعني يعني كان قرار جمهوري من فخامة الرئيس المشير عفتاح السيسي في 2018 عملوا الصندوق ده ليه عشان يدير اصول وممتلكات الدولة وعشان يسهل بيعها من غير اجراءات بيروقراطية طبيعية احنا لسه بقى نقعد نقرف في نفسنا ونعمل ورق وقرار من وزير ومش عارف ايه فاكر زمان ايام التسريبات لما كان عباس كامل عايز يدي حتة ارض لمنصور بن زايد فقعد يقول لسيس انا كلمت وزير الزراعة وكلمت مش عارف لا مفيش الكلام ده احنا عندنا صندوق مصر السيادي بيطلع جولة شحاته في الخليج يرجع معابي فلوس وبايع نص مصر الموضوع بسيط تعالوا تشوف مصطفى مدبولي بيقول ايه في الموضوع ده هذا الصندوق في الاساس زي ما القانون بيقول هو تعظيم الاستفادة من اصول الدولة كلها وبالتالي الرؤية اللي احنا شغالين عليها بالصندوق ان احنا نبدأ بالتدريج زي كل السنة دي نبدأ خلينا نتكلم بمثال امانة بالاسهل اللي ينقدر نقول عليه كوكوينز علشان يبدأ نفعل دور الصندوق بصورة سليمة وبالتالي احنا نقلنا ليه عدد من الاصول السبتة زي ما الدكتورة صفر كان بتتكلم على رأسها مثلا مجمع التحرير وبالفعل كان فيه طرش ناجح جدا وبدأنا نفعل من هذه الاصول وعندنا عدد من الاصول الاخرى السبتة اللي بقت في حوزة السندوق وبنخضر قائمة اخرى وكل شوية بنضيف يعني مجموعة من هذه الاصول عشان نضيفها للصندوق لان قانون السندوق لدي مرونة اكثر بكثير جدا 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 من كل كيانات الدولة المرونة اللي قالها مصطفى مدبولي في السندوق قالها عبدالفتاح السيسي قبل كده تعالوا نشوف عبدالفتاح السيسي بيقول ايه في القصة دي وبعدين نروح لخبر تاني انت بش محتاج تقول لي هاد انا اللي اقدر اديك حديك من عيديك بس انا مش قادر هتاكلوا مصر يعني يعني حتبوتوها يعني حاولت تعليل صعب جدا جدا والله العظيم انا لو انفع البالي باع ترجمة نانسي قنقر شكرا